اشتركوا في القناة اللي نازل على موقع وزارة التربية والتعليم النهاردة يا ولاد عندنا هنحل في الفيديو ده الأداءات المنزلية وهنحل كمان التقييم الإسبوعي اللي هو عن تلات نمازج هنحلهم مع بعض يا سنة ستة طيب فين الأداءات الصفية يا مسل؟ الأداءات الصفية إلى الآن لم تنزل على موقع وزارة التربية والتعليم وطالما ما نزلتش ويبقى هي مش معنا يبقى احنا اللي بينزل على الموقع بنحله اللي ما بينزلش خلاص ومش هنعرف نجيبه طيب احنا عندنا أداءات منزلية في التقييم الإسبوعي الثامن والتقييم الإسبوعي اللي هو وقت تلين موديلز أو التلات نمازج ده نبدأ على طول كده لو انت أول مرة تابعنا يريد تشترك في القناة واتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد شارك الفيديو ده مع أصدقائك عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عقب وكسب لك تحت أسفل الفيديو قائمة تشغيل الصف السادس الابتدائي عشرين خمسة وعشرين ترم أول فيها جميع فيديوات الوحدات السابقة مشروحة ومحلولة بالترتيب من كتاب الجم وكتاب المعاصر وفيها التقييمات الإسبوعية لحد الإسبوع التامن وكل التقييمات والمراجعات اللي جاية إن شاء الله هتنزل على قائمة الصف السادس الابتدائي سيب لك كمان أسفل الفيديو عطول في الوصف إزاي تكتب باراجراف إزاي تكتب إيميل صفحة الفيسبوك لو محتاج أي استفسار وهسيب لك كمان بعض اللينكات المهمة الخاصة بالتقييمات الإسبوعية تشوز اختار the correct answer الإجابة الصحيحة you become أنت أصبحت a أو an نقط at the age of 21 في سن الواحد وعشرين أصبحت a child طفل adult بالغ old كبير man رجل طبعا أنت أصبحت أضالت يعني شخص بالغ an adult in China في الصين people like to eat الناس بتحب تأكل fruit الفواكه noodles اللي هي المكارونة أو الشعرية cakes اللي هي الكيكة candles الشموع طبعا الناس بتحب تأكل ايه noodles اللي هي ايه المكارونة people in Nats you invite to your home اللي بتدعوك أو اللي انت بتدعوها اللي first day parties لأعياد الملات are بيبقوا ايه أولاد adults بالغين children أطفال guests ضيوف partners شركاء طبعا يا أولاد بيكونوا guests ضيوف okay بعد كده بيقول لك in India في الهند the candles اللي هي الشموع are left وبيتركوها اللي حتى burn تحتارك blow out ولا breath ولا burn بيتركوها حتى ايه أولاد تحتارك يعني burn نقط our food هو طعام made from مصنوع من الفلاور water and eggs الدقيق والبيض والأيه والمية they are thin بيكون رفايع ده بيكون noodles اللي هي الشعرية أو الماكارونة kicks الكيكة peaches الخوخ fruits الفواكات ده طبعا بيكون الأيه أولاد the noodles the air الهواء that comes out اللي بيخرج of your mouth من فمك is breath اللي هو نفخة أو نفس hot hair هواء ساخن ice تلج baked طبعا هيكون ايه النفخة you write it to ask someone to come to a party or event انت تكتبه عشان تخلي حتى ييجي الحفلة أو الحدث it is a وآن ده بيكون birthday عيد ميلاد invitation دعوة أضالة بالغ cake ده طبعا ياولد يكون دعوة يعني invitation she is clever هي زكية she can not our cake she decorate تقدر تزين الكيكة send the torso blow up ولا hang up طبعا هي تقدر تزين الكيكة Sally will blow up إذا نقط تقدر تنفخ إيه البالونز البالونات ولا cake الكيكة ولا fireworks ألعاب نارية ولا streamers طبعا اللي هي البالونز باسل and أمير نقط a funny movie now باسل وأمير are watched ولا are watching ولا watching ولا watches أنا عندي كلمة now بتدل إن الجملة دي مضارع مجتمرة وأنا عندي المضارع المجتمرة is ركزوا معاي و are بعدها مصدر الفعل مضاف له a verb ing تمام يبقى هنا أولاد باسل وأميرة مفرد ولا جمع جمع يبقى ياخدوا ايه أولاد are وبعدها المصدر مضاف له ing بعد كده يا سنة ستة لسا مكملين مع الصف السادسي الابتدائي الأسبوع الثامن اللغة الإنجليزية التقييم الأسبوع نبدأ بموديل a أو النموذج الأولاني بولي write اكتب a paragraph فقرة إنشائية عن حفلات عيد الميلاد around the world حول العالم كتبنا البراجراف زي ما تشايفين بيرث days الاعياد الميلاد are celebrated بيحتفلوا بيها all over the world حوالين العالم children الأطفال everywhere like party food بيحبوا الحفلة بتاع الطعام birthday parties حفلات عيد الميلاد often غالبا include بتضم small cakes صغيرة sandwiches and snacks ووجبات خفيفة in many countries في العديد من البلاد children الأطفال like to blow out ها حب ينفخوا the candles الشموع on their birthday cakes اللي بتكون على كيكة عيد الميلاد in parazel في البرازيل they give the first piece of their birthday cake بيدوا أول قطعة في كعكة عيد الميلاد to the most important people لأهم شخص in their family فاعلتهم سواء باباهم أو ماماتهم in China in China في الصين people like to eat بتحب بتأكل long noodles اللي الماكرونة الطويلة دي or beaches أو خوغ on their birthday ده ينفع جدا نكتبه عن البراجراف ده يا سنة ستة النموذج اللي بعد كده يا أولاد هو model B النموذج التاني بقول لي write اكتبي a paragraph فاقرأ انشائي about what you and your friend this do add birthday party in Egypt انت وصديقك بتعمله ايه او انت واصدقك بتعمله ايه في حفلة عيد ميلاد في مصر تعال نكتب سيبنا مسافة برضو بدأنا بحرف birthdays بدأت بالجملة are celebrated عائد الماد منحتفل بها all over زورت حوالي العالم in Egypt وفي مصر we usually احنا عادة بنعمل make birthday cakes ونحط الشموع عليهم عشان نظهر their age اعمرهم we often احنا غالبا have parties with a lot of family ويكون كسير من العيلة معنا في العيد ميلاد and friends والاصدقاء the guests come and bring بيجو ويحضروا presents هدايا وذن معهم we decorate احنا بنزين cakes اللي الكعك and play is a play list وبنشغل اللي هي قائمة تشغيل تحت الاغاني to sing عشان نغني and dance ونرقص together مع بعض انا هسيب لك تحت في الوصف ياولاد ازاي تكتب paragraph هيفيدك جدا اللينك دا سنة ستة عشان لو انت حابب تكتب بطريقتك الموديل البعدي كده موديل c النموذج الثالث والاخير write a paragraph اكتب فاكرة انشائية about what you do at your own birthday يعني في عيد ميلادك انت بتعمل ايه زي ما انت شايفين الحل ظهر قدامنا حقول my birthday عيد ميلادي party is very important مهمة جدا for me بالنسبالي I invite انا بدعو my friends اصدقائي and my relatives وأقاربي to come عشان يجو my parents ابائي عادة buy me a present بشترولي هدائية my sister اختي the curators بتزين the purse day cake عكعة عيد الميلاد my brothers اخواتي blow out بينفقو the candles الشموع on the purse day cake على كعكة عيد الميلاد my father والدي lets out the fireworks بيعمل اي اي اولاد بي طبعا بيضرب الالعاب النارية انزو بيعطوني هدايا ايضا ده بالنسبة لي وقت كويس جدا انا بقضي بكده زي ما انتو شايفين يا سنة ستة خلصنا النماذج الخاصة بالاسبوع اللي اي اولاد التامن للصف السادس الابتداء عشرين خمسة وعشرين تيرم اول النازل على موقع وزارة التربية والتعليم سنة ستة هالي ليس مشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل شارك الفيديو ده مع اصدقائك عشان ينصل لاكبر قدر ممكن من طلاب ودعمنا بلايك لو الفيديو عجبك هسيب لك اسفل الفيديو على طول ازاي تكتب مهم جدا الفيديو ده وهيفيدك النهاردة وازاي تكتب ايميل وهسيب لك كمان صفحة الفيسبوك لو محتاج اي الصفصور تقدر ترسلني من خلالها وهسيب لك كمان قائمة تشغيل الصف السادس الابتداء عشرين خمسة وعشرين ترمول فيها جميع فيديوهات الوحدات السابقة مشروحة ومحلولة بالترتيب من كتاب الجم وكتاب المعاصر ويا جميع التقييمات الاسبوعية الخاصة بالموقع الوزارة لحد الاسبوعية التماني وننزل كل التقييمات اللي جاية كلها باذن الله والمراجعات من هناكم التوفيق جميعا ونشوفكم في فيديو جديد كانت معاكم مسأس ما ياسر